لم يعد الحديث عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية والشعبية بين الخرطوم وتل أبيب بعد اليوم من شاكلة القضايا المسكوت عنها لا في دووين أجهزة الحكم ولا غيره هنا ومن داخل قاعة طيبا بريس وسط الخرطوم ثمت سودانيون أعلنوا صراحة انطلاقة عمل مبادرتهم الشعبية للسلام مع إسرائيل سلام يرونه لا يتعارض مع قناعتهم بقضية الشعب الفلسطيني نرى بأنه ليس هناك مسوق ديني يمنع إقامة علاقات مع إسرائيل كما أن السلام الداخلي بين أبناء الوطن يحتاج إلى سلام خارج مع كل الدول والشعب خطوات السودانيين للتطبيع مع إسرائيل في جانبها الشعبي تسير بالتوازي مع محادثات الحكومة مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد ويرى كثيرونه أن اتساع دائرة قبول فكرة التطبيع مع إسرائيل هذه الأيام ربما تسهل بعض العقبات التي ما تزال تقف حائلاً أمام اتخاذ الحكومة لقرار التطبيع نحتاج نحن لحكومة شجاعة تتقذ موقف شجاعة مسألة التطبيع مع إسرائيل تتقذ تريد قرار شجاعة لأنه ليس هناك ما يمنع أن نطبع مع دولة إسرائيل هذه الحرب أصبحت لنا لا ناقتلنا فيها ولا جميل جميع الدول العربية الآن تتجي نحو آفاغ وعلاقات أوسع مع دولة إسرائيل وفي الوقت الذي تنامت فيه دعوات التطبيع في الشارع العام واعتزام بعض رموز المجتمع زيارة تل أبيب خلال الشهر المقبل يرفض كثيرون أيضا أي تقارب مع إسرائيل ما لم تحل القضية الفلسطينية كونه نحن كدولة مسلمة نعمل لنا علاقة مع إسرائيل لحاجة صعبة شديدة لكن الحمد لله نحن تضررنا الضرر الفاغ يعني فاغ حده وما في حل غير أنه نحن نطبع إذا كان مصلحة السودان في التطبيع إن مفرد أن يكون التطبيع حاية منفصلة عن رفع السودان من قائمة الدول الرائعة الإرهابية حاية تكون منفصلة ما تكون مربوطة ما يكون نوع من الابتزاز السياسي التطبيع بيكون بعد ترتيب البيت من الداخل اللي هي تي حكومة منتخبة بعد ذلك التطبيع بنشوف نحن مصلحتنا لأن العالم كله بيقى تحالفات يعاني السودانيون من أزمات مختلفة أبرزها الأزمة الاقتصادية والعزلة الدولية التي تكبدت البلاد بسببها خسارة ليس أقلها وصمة الانتماء إلى قائمة الدول الرائعة للإرهاب وصمة الخروج منها يتطلب حسب البعض المصالحة مع إسرائيل تباين في وجهات النظر إذن بين رافض يجادل بمرجعية مبدأ مساندة قضية عادلة ومؤيد يستند إلى نظرة براغماتية للشأن السياسي ويجعل من المصلحة الوطنية أساساً للتعامل مع الدول عبدالباق العوض الحرة الخرطوم